اللي مشرفنا في المحافل الدولية أبو صلاح النجم المصري محمد صلاح لعب ليفر بول اللي تواجد ضمن قائمة المرشحين للمنافسة على جائزة أفضل لعب في الدول الإنجليزي لموسم 2020-2021 طبعا دعوات نوة وكل أمنياتنا لمحمد صلاح اللي يفوز بأفضل لعب لكن يبدو أن المنافسة المراضية هتكون قوية حبتين صلاح بينافس أسماء تيئيلة جدا على هذا اللقب من ضمنها ثنائي منشاستر سيتي كابن دي بروين وروبين دياز وكمان ميسن مونت لاعب شلسي وأيضا برونو فرناندز لاعب منشاستر يونيتد وهاري كين لاعب توتنهام وجاك جريليش لاعب أستن فيلا بالإضافة لتومس سوتشيك لاعب وستهام يعني أسماء كلها أتقل من بعض ولكن إن شاء الله برضو كالعادة يسيطنا في المحافل الأوروبية محمد صلاح أكيد هو الجمهور برضو لو تكلمنا يعني بيكون لي دور مهم جدا في التصويت للفائزين طبقا ليه القواعد بتاعت الجائزة نفسها هو بيبقى لي الجمهور يعني الفرصة والدور المؤثر في ناتجة التصويت زي ما بتقال في جوائز أفضل لاعب ومدرب وأكيد هدف بحسب هنا بنتكلم قواعد الجائزة وأصوات الجمهور بتمثل 10% من إجمالي الأصوات وحتم كمان دمجها مع أصوات اللجنة وجديد بذكر خليني أقول لحضراتكو كمان إن سبق وحصل صلاح لو إحنا فاكرين طبعا على جائزة أفضل لاعب في ليبربول الموسم الحالي ووصيف هدفاء بريميوم ليج كان برسيد 22 هدف وبفارق هدف وحيد عن هاريكين المتوج بالجائزة وإن كنا احنا قلنا برضو الخبر ده من كام يوم في عشر سوق كل حال كل التوفيق إن شاء الله لمحمد صلاح نتمنى لأن محمد صلاح مش بس رمز بنحبه كرياضي لا إحنا بنحبه لأنه هو يعني رفع اسم مصري على المحافل أو في المحافل الدولية في الرياضة العالمية فأكيد أي مصري بهذا الشكل إحنا بنكون داعمين له دا غير إن احنا أصلا على المستوى الشخصي كمان أو كلاعب بنحب جدا محمد صلاح ليه جماهير من كل أنحاء العالم فكل التوفيق إن شاء الله الحقيقة إلى جانب حرفانته أو احترافيته محمد صلاح كمان مشهول جدا بتوضعه ومشهول كذلك بأخلاقه العالية أصبح بنهاية المطاف هو أيقونة الحقيقة للرياضة بشكل عام والرياضيين المصريين بصفة خاصة بحقيقة كلنا بنتشرف وجود محمد صلاح في أوروبا وبالأداء المشرف اللي هو دايما بنشوفه بيقديه في كل المباراة تعالوا بنتكلم شوية أكتر عن تفاصيل هذه الجائزة واللي بتبتدي بإعلان الدوري الإنجليزي الممتاز عن قائمة الأهداف المرشحة لجائزة أفضل هدف في الموسم 2020-2021 واللي انتهى الشهر الماضي بتتويج منشستر سيتي باللقب الأهداف الأفضل بينافس فيها محمد صلاح بهدفه في مارما وست هام يونيتد يوم 31 يناير الماضي على ملعب لندن الأوليمفي كان الهدف جميل جدا وإن شاء الله يكون لي نصيب بالفوز بلقب أفضل الأهداف أدها أدها يا صلاح فليني نقول بقى بالمناسبة كمان يعني محمد صلاح خلال الموسم لو هنتكلم عن الموسم الحالي 2020-2021 وحقق عدد كبير جدا يعني من الأرقام المميزة ولو هنتكلم بلغة الأرقام كانت كالتالي 51 مباراة عدد مشاركته مع ليفرد بول بجميع المصابقات هنا منتكلم الموسم ده 31 هدف 6 تمريرات حاسمة هذا برضو الموسم 22 هدف حصيلة أهدافه في 37 مباراة خدها بالدوري الإنجليزي فكلها برضو حاجات مكترمة أو أرقام يعني تعد في رصيده بشكل يعني أكيد لازم أنه هو يدعو لي الفخر صحيح دك طبعا كله بالإضافة لست أهداف أحرصها خلال مشاركته في عشر مباراة بدوري الأبطال ثلاث أهداف أحرصها في كأس الاتحاد الإنجليزي 17 هدف تمنح صلاح لقب الأكتر تحقيقا للنقاط طبعا خذها بالبريمير ليج 20-20-21 ثلاث مرات عادة تفوزه بأفضل لعب في ليبربول هذا الموسم الحقيقة أرقام مشرفة جدا وتفرحنا كلنا وتخلينا نفخر بنجمنا المصري محمد صلاح طب إحنا لسه برضو مع أخوار محمد صلاح ونروح لحساب الرسمي النادي ليبربول اللي كمان بيفخر بصلاح مش إحنا بس كمصريين مش إحنا بس كعارب لأ كلنا وكمان يعني الحساب الرسمي ليبربول زي ما كنت أقول لحضراتكم هو احتفى بأرقامه محمد صلاح مع النادي وخلال الموسم من الأربع اللي أضاها في صفوفه وكتب كده تحديدا ليبربول على تويتر قال 150 هدف للملك صلاح حتى الآن عفوا عن 125 هدف للملك صلاح حتى الآن جعلوا في الترتيب الثاني عشر بين أهداف ليبربول عبر التاريخ يعني بنسأل نفسنا بقى ممكن نقول يعني للمركز الكام هنا حيصعد محمد الموسم اللي جاي يعني أتمنى إن شاء الله أنه هو يكون برضو في أعلى المراتب لأنه هو يستحقاه يعني فعلا يستحقاه خلي بالك يعني لحظي هنا أن ترتيب محمد صلاح في المركز الـ 12 تجد والترتيب هدافي ليبربول التاريخيين ده معنى أنه دخل التاريخ من أعظم أبوابه بالفعل مش صيغة مبالغة باقي لمحمد صلاح ثلاث أهداف عشان يعادل رقم جاك باركنسون اللي استطاع إحراز 128 هدف خلال مسيرته مع ريدز في مشواره معهم وكمان سام ريبون صاحب المركز العاشر اللي بيتطوق على صلاح بوقع خمس أهداف بعد مسجل 130 هدف طبعا اللي بيتصدم قائمة هداف فريق ليبربول عبر التاريخ هو النجم إيان راش اللي نجح في تسجيل 346 هدف طبعا اللي نجح في تسجيل 346 هدف